دعا وزير الخارجية سامح شكر الرئيس المعين لمؤتمر كوب 27 دعا الدول المتقدمة إلى احترام تعهد جلاسكو بمضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ بحلول العام 2025 حتى نتمكن من الاستعداد وحماية أنفسنا من التأثيرات المناخية وقال شكر إن الوقت قد حان لمعالجة الخسائر والأضرار الهائلة الناجمة عن تغير المناخ الذي يعاني منها الأشخاص الذين لم يتسببوا فيه إلا بالقدر الضيل كما دعا وزير الخارجية المؤسسات المالية الدولية لإعادة النظر في سياسات التمويل وقبول المخاطر وأدوات التمويل والبحث عن طرق لتوفير تمويل مناخي إضافي بشروط ميسرة